تشييع رسمي وشعبي بمدينة مأرب لجثمان قائد المنطقة العسكرية السادسة لواء أمين الوائلي منظمة سام تندد باستهداف الميليشيا الحوثية لمخيمات النازحين بمأرب في تعز تسجيل عدد قياسي من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا أهلا بكم والبداية في مأرب حيث شهدت المدينة اليوم الاثنين مراسيم تشييع جثمان قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي الذي استشهد في المعارك الأخيرة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهات القتال بين الجوف ومأرب تقدم مراسيم التشييع قيادات عسكرية ومدنية رفيعة وجموع غفيرة من الأهالي وكانت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قد نعت اللواء الوائلي يوم السبت الماضي ونوهت بمشاركته في إعادة تأسيس المنطقة العسكرية السادسة وتشكيل وحداتها وقيادتها وكذا مشاركته في عمليات تحرير عدد من المناطق والمواقع ومقارعته للميليشيا الحوثية في صعد وعمران ومأرب والجو دانت منظمة سام للحقوق والحريات السهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية لمخيم الميل للنازحين الواقع شمال غرب مدينة مأرب والذي تعرض لأكثر من عشرين قذيفة تسببت في إصابة السبع مدنيين بينهم ست نساء حالتهم حرجة وشددت المنظمة على أن السمرار الصمت الدولي المقلق تجاه عمليات الاستهداف والقصف التي تنفذها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين لا سيما النازحين في مخيمات اللجوء يشكل غطاء ضمنية لتلك الميليشيا للاستمرار في انتهاكاتها ودعت منظمة سام المجتمع الدولي بكافة مكوناته لضرورة التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية العاجلة لوقف الانتهاكات المستمرة في اليمن وتسبب اجتداد القصف الحوثية الأخير في فرار قاطني مخيمات الميل والخير وتواصل إلى مخيم السويداء وقد كانت المخيمات الثلاث قد تعرضت في وقت سابق لقصف مماثل أدى إلى إصابة خمس نساء والتسبب بأضرار مادية كبيرة في المخيمات وخزانة المياه هذا هو زارة كاميرا يمن شباب مخيمات النازحين التي استهدفتها الميليشيا بصواريخ الكاتي وشاوى قذائف المدفعية بأكثر من عشرين قذيفة وصاروخ ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال تتعرض مخيمات النزوح لقصف شديد ومكتف تشنه الميليشيا الحوثية على مخيمات النازحين وخصوصا مخيم التواصل ومخيم الخير ومخيم الميل ومخيم ذات الراء الذي تعرضت خلال أسبوع لعشرات القذائف الحوثية التي أطقتها على المخيمات والتي أدت إلى حدوث ضحايا من المدنيين الساكنين في هذه الخيام خلال أسبوع نزحت قرابة ألف أسرى من الأربعة المخيمات إلى هذه المنطقة الواسعة والمفتوحة والمنعدمة فيها مقومات الحياة نزحت والتجأت إلى هذا المخيم إلى مخيم السويداء الذي كان يؤوي من قبل قرابة ألف وخمسمائة أسرى نزحت ليصبح عدد النازحين هنا في مخيم السويداء قرابة ألفين وخمسمائة أسرى نازحة فرت من الحرب التي شنتها الميليشيا على أبناء اليمن هنا يعاني النازحون من انعدام أبسط مقومات الحياة وخاصة المياه وخيام الإيواء التي انعدمت في هذا المخيم والتي بات النازحون في أشد الحاجة إليها هنا يعاني النازحون معاناة شديدة جراء النزوح الجديد نتيجة كما ذكرنا نتيجة قصف الحوثيين الشديد لمخيمات النزوح محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مخيم السويداء مأرب واصلت وحدات من الجيش الوطني تقدمها تجاه منطقتين الخزجة والراهدة في الجنوب الشرقي لتعز عقب معارك شهدتها جبهة الحكومة التابعة لحيفان مصادر عسكرية أكدت ليمن شباب مقتل ما لا يقل عن عشرين حوثيين إثر استهداف الجيش الوطني تجمعا لعربات تابعة للميليشيا في الجبهة ذاتها وسط انهيار مريع في صفوف المتمرددين أعلن مكتب حقوق الإنسان في مأرب في تقرير توثيق أكثر من أربعة عشر ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد المدنيين خلال ست سنوات في المحافظة قال مدير المكتب عبد ربيع خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعة أو الأحد إن الانتهاكات التي رصدها في غصص من العام الفين واربعة عشر وحتى نهاية العام الماضي شملت اثنى عشر نوعا من الانتهاكات الجسيمة طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة شملت الانتهاكات التي رصدها التقرير نحو ستمائة وخمسة عشر حالة قتل عمد طالت مدنيين منهم مئة وستة وأربعين مدنيا قتلوا بالألغام التي زرعتها الميليشيا في المحافظة وأربعمائة وتسعة وستين مدنيا قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا على الأحياء السكنية المكتبة بالسكان إضافة إلى إصابة أكثر من ألف وخمسمائة مدني منهم ثلاثمائة وثلاثة وتسعين أصيبوا بالألغام وأكثر من ألف ومئة أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات الحوثية المتنوعة بعد ملتقى أبناء مديريات ساحل محافظة تعز القيادة الشرعية إلى التصدي للكينات المشبوهة التي تسعى للسيطرة على المقدرات الوطنية في إشارة منه إلى المكتب السياسي الذي أعلنت عنه مؤخرا قوات غير نظامية يقودها طارق صالح نجلو شقيق الرئيس صالح وطالب الملتقى في بان الله قيادة الشرعية بتفويت الفرصة أمام كل من تسوي له نفسه المساس بسيادة الوطن ومشروعه الجمهوري وأن تمنع استخدام الساحل التهامي منطلقا للمؤامرة على اليمني واليمنيين رفض الرئيس هادي إجراء أي تعديل على المبادرة السعودية التي أعلنت الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب في اليمن وذلك بعد أن طلبت الميليشيا الإرهابية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة دون قيود أو شروط ومن المقرر أن يعود المبعوث الأممي مارتين غريفث والأمريكي تيموثيل لندر كينغ إلى مسقط لنقل وجهة نظر الحكومة إلى الميليشيا الحسية طبقا لمصادر حكومية في تصريحات لقناة الجزيرة في شان آخر حيث نفذ العاملون في طوارئ مستشفى ردفان العام وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى احتجاجا على إقصائهم من كشفات مستحقات مركز العزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا الواقع في مبنى التعليم الفني والتدريب المهني وطالب المحتجون بإدراجهم في كشفات المستحقات المالية للعاملين في مركز العزل الرئيسي كونهم يعملون وبشكل يومي على استقبال الحالات المشتبهة والتعامل معها فضلا عما يتعرضون له من اعتداءات من مرافقي المرضى وغيرها من الإشكالات التي لم تكن محل تقديرا حسب قولهم أعربت مصادر طبية عن قلقها من تصاعد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في تعز مقارنة بالفترة السابقة ووصفت المصار في تصريحات اليمن شباب الوضع الوبائي بأنه كارثي وقالت إنه مقلق للغاية مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات المؤكدة بالفيروس وكانت السلطات الصحية في تعز قد سجلت 29 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس للاحد فيما أكدت المصادر أن الأعداد في تصاعد ويتجاوز عدد الحالات المسجلة خلال العام الماضي والتي بلغت 303 حالات من جهته شدد مدير مستشفى الجمهورين الشوان الحسامي على ضرورة الأخذ بالتدابير الاحترازية اللازمة من قبل السكان خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الوفيات في المنازل بفعل غياب الوعي الصحي وأكد الحسامي في تصريح اليمن شباب أن نسبة الإصابات في الموجة الثانية للفيروس تزيد بنسبة تصل إلى 70% عن النسبة المسجلة في موجة الانتشار الأولى لو عملنا عمليات مقارنة ما بين الموجة الأولى والموجة الثانية وقدنا أن النسبة عالية جدا منتصل إلى نسبة 70% مقارنة بين النسبة الأولى الآن عدد الحالات تزداد بعداد كبيرة جدا وحالات تصل متوفية لا يصل إلا قثة هامدة إلى داخل المستشفى أغلب الحالات تموت الآن في المنازل لعدة أسباب أعد السبب الأول عدم وجود توعية مجتمعية أو يدراك بخطورة هذا المرض أثنين ما هو شائع بأنه لو يوجد كورونا وخاصة من جهات مسؤولة وأشخاص مثقفين ودكاترة جامعات وخطبة مساقد أو ما شبه ذلك هذا يعاد كارثة بأن التصريح هذا يعاد خطير جدا وسيدفع الثمن المواطن هذا وتتواصل في مدينة تعز الحملة الأمنية التي أطلقتها شرطة المحافظة لتعزيز تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وأوضح المساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي أن شرطة تعز أعدت خطة متكاملة سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة تقضي بإعادة ترتيب أسواق القاتل وإلزام الباعة باتخاذ الإجراءات الوقائية وتوزيعهم في أماكن مختلفة لتخفيف الازدحام ودع المسؤول الأمنية السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والاستجابة لقرار إغلاق أسواق القاتل والابتعاد عن أماكن التجمعات لما فيه صحة وسلامة للجميع وقد دلاقت الحملة ارتياحا كبيرا بين الأهالي الذين أبدوا مسانداتهم الكاملة لكل الإجراءات التي تتخذها إدارة عام شرطة محافظة تعز للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع أصدرت لجنة الطوارئ ومجابهة الكوارث في العاصمة المؤقتة عدن قرارا بشأن الإجراءات التنفيذية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من بينها منح الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة وأكبار السن في القطاعين العام والخاص إجازة طارئة وإلزام الأسواق التجارية والمواقع المكتظة بتوفير أجهزة الفحص والأدوات الوقائية كما تضمن القرار حق لجنة الطوارئ وإغلاق وفرض غرامات مالية على المراكز التجارية المخالفة وتحديد ساعات عمل الأسواق والقاعات المغلقة والمتنفسات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثاني عشر ظهر ألزم القرار وقاعات الأفراح بتخفيض الطاقة السعابية لعدد الضيوف بواقع 50% مع توفير أجهزة الفحص والأدوات الوقائية ورفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة انتشار الوباء في شان آخر حيث تزايدت ساعة انقطاع خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن عقب نفاذ مخزون الديزل من محطات الكهرباء وتوفير كميات محدودة قدمت كسلف للمؤسسة من شركات تجارية في السياق ترأس محافظ عدن أحمد لملس اجتماعا بمسؤولين في شركتي النفط ومصافي عدن ووزارتي الكهرباء والمالية وذلك لوضع آلية حديثة ومناسبة لتغطية جزء من نفقات وقود الكهرباء الاجتماع أقر أيضا آلية تضمن تفعيل النشاط التجاري وتشجيع المستثمرين تنتظر فقط موافقة رئيس الوزراء وذلك بهدف توفير جزء من نفقات وقود الكهرباء أو جزءا منها في خطوة لإعادة تطبيع الأوضاع وإنعاش الأسواق التجارية داخل مدينة تعز افتتح مشروع سيتي مول تعز للتسوق في منطقة برباشة وسط دعوات لبقية رجال الأعمال والمستثمرين على العودة والنهوض بالقطاع التجاري والاقتصادي مقاومة من نوع آخر تخوضها تعز في خضم الحرب عليها ففي شارع المؤدي إلى حي المطار القديم غرب المدينة افتتح أكبر مركز تجاري في المحافظة من شأنه إعادة تطبيع الحياة في هذا الشقي من المدينة هذه المشروعات لعبت دور كبير في تطبيع الحياة والآمن والاستقرار داخل المحافظة دليلنا على هذا الأمر أن البيئة الحاضنة لهذا المشروع عادت هذه الأسر إلى منازلها بشكل كبير جدا بطالة وحرب اقتصادية تعيشها مدينة تعز منذ أن شنت الميليشيات الحوتية حربها عليها غير أن مركز سيتي مول تعز سيعمل على تخفيف التضخم في أعداد البطالة وسيلبي احتياجات المستهلك بحسب القائمين عليه أؤكد على هذا الأمر بأن تعز آمنة وأكثر استقرار وجاذب للاستثمار أنا أدعو كل المستثمرين لأبناء تعز الاهتمام بمثل هذه المشروعات والعمل عليها للنهوض بهذه المحافظة والارتقابها وللقضاء البطالة المقنعة خراب ودمار خلفته الحرب الحوثية على المدينة ولذا سعى القائمون على المشروع لتصميم المركز بشكل يليق بعاصمة الثقافة ومدينة الحياة قدمنا تصميم يليق بهذه المدينة يعيد روح الحياة وروح الجمال في نفوس البشر أو نفوس سكان هذه المدينة رغم ما تمر به مدينة تعز من الدمار ومن وضاع العصيبة التي تمر بها ومن وضاع الحرب توافد المئات من السكان إلى المركز منذ الساعات الأولى لافتتاحه ما يدل على أن الحصار الحوثي أثر على حياة السكان وحرمهم من الحصول على الكثير من متطلبات الحياة بصراحة يعني تعز كانت بحقه لكذا مشروع ولكذا مول داخلته بصراحة بسبب الوضع اللي كانت تعيشه وظروف الناس والتعز كانت يعني لما انقسمته كذا صارت يعني شبه من حصرة وحتى هذا المكان بالذات أو هذه المنطقة برباشة كانت يعني ما حد يمرها بكثرة وكذا لا يخوض الجبان معركة ولا يجازف التاجر بماله ولو لم تكن تعز مدينة آمنة لما جازف هؤلاء التجار بأموالهم لا تتمثل أهمية هذا المشروع في أنه مشروعا استثماريا وحسب بل يحمل الكثير من الدلالات التي تشير إلى أن تعز مدينة آمنة وتسعى إلى البروز والمنافسة في السوق المحلية بافتتاح أحد أكبر المولات في اليمن عبدالعز سبحان يمن شباب تعز نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها تشييع رسمي وشعبي بمدينة مأرب لجثمان قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الوائم نظم التسام تندد باستهداف الميليشيا الحوثية لمخيمات النازحين بمأرب في تعز تسجيل عدد قياسي من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا نهاية النشرة إلى اللقاء